لعل أحد ممن يسمعنا الآن في هذه الجلسة وخاصة من مخالفين يتعجب ويقول أين أنتم من هذا الكلام الذي يقوله إمامكم إذن إمامكم يقول أن للصوم شرط الشرائط منها ضرورة أن نلزم الصمت والسكوت يقول لزموا الصمت والسكوت صوموا الصمت لا تسابوا لا تشاتموا لا تخاصموا لا تجادلوا أين أنتم من ذلك كله وقد أطلتم ألسنتكم على عائشة وخاصمتمونا فيها وجادلتمونا فيها كأن كلامكم يخالف بعضه بعضا تبدأون الجلسة بهذه المواعظ الجليلة ثمما تلبثون تغيرون الموجة إلى الشحناء والبغضاء والمجادلة والمخاصمة والسباب والشتائم واللعنات والفتنة وتقولون أهلا بالفتنة ألا اتبعتم قول إمامكم الصادق عليه السلام أليالي شهر رمضان محل لمناقشة هذه الأمور لمناقشة أن عائشة صادقة أم كاذبة موثقة أم مطعون عليها في الوثاقة أين أنتم من ذلك كله؟ نحن نقول نحن تبع لأئمتنا عليهم السلام نتأدب بأدبهم ونتخلق بأخلاقهم ونهتدي بهديهم صحيح أن إمتنا عليهم السلام نهونا وخاصة في هذا الشهر الكريم من أن نطلق ألسنتنا وأن نسب أو نشتم أو نعادي أو نخاصم أو نجادل ولكن إذا كان ذلك كله في الله فذلك هو المطلوب الذي نهينا عنه هو أن نتشاتم ونتخاصم ونتجادل في أمور الدنيا فلان مع فلان بينهما مشكلة شخصية أما إذا كانت المشكلة في الله والرغبة هي في الانتصار لدين الله جل وعلا وإماتة الباطل والبدع فهذه في الحقيقة من أعظم القربات لله عز وجل في هذا الشهر الكريم إمامنا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما له دعاء جليل القدر عظيم المعاني من أدعية صحيفته السجادية المقدسة دعاؤه عليه السلام إذا دخل شهر رمضان ماذا يقول في هذا الدعاء انتبهوا يقول اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله أي فضل هذا الشهر وإجلال حرمته إلى أن يقول وأن نراجع من هاجرنا من هاجرنا أي من ابتعد عنا الزعلان مننا اللي مخاصمنا اللي بيننا وبينه مشكلة نحن نبادر نراجع المؤمن يذهب يذهب إلى ذاك حتى لو كان هو المحق أن تبادر تكسب الأجر والثواب بذلك خاصة في هذا الشهر إرجاع المياه إلى مجاريها كما يقال وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا حتى الذي ظلمنا ننصفه وأن نسالم من عادانا تخيل ما أعظم هذه المعاني والتوصيات الأخلاقية الرفيعة أن نسالم من عادانا ولكن هناك شرط وقيد أو استثناء يقول صلوات الله عليه في دعائه الذي علمنا إياه وأن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصى فيه أبدا نحن على استعداد لأن نصفح عن كل من ظلمنا وننصفه أن نسالم من عادانا وفي هذا الشهر أيدينا مفتوحة وممدودة إذا كان هذا الذي عادانا وعاديناه إنما كانت المعادات في الأمور الشخصية أو الأمور الاجتماعية أو الأمور الدنيوية بشكل عام أما هذا الذي عاديناه في الله ولله فحاشا وكلا ليس بيننا وبينه إلا الحرب عائشة الحميراء بنت أبي بكر عاديناها في الله ولله أو يظن أحد أن عائشة هذه مثلا أكلت مال أحد منا نحن لم ندرك عصرها أصلا وكان يسعنا أن نسكت عنها ولكن السكوت عنها معناه بقاء كل البدع والأكاذيب التي جاءت منها التي لوثت هذا الدين خربت هذا الدين أساءت لسمعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين معناه بقاء كل هذا الركام الفاسد فلتبديد هذا الركام الفاسد عادينا عائشة في الله ودعونا المسلمين إلى إعادة النظر في شخصيتها نقول للمسلمين أنتم ابحثوا أهذه المرأة كانت صادقة أم كاذبة وثاقتها في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة أم وهم شكرا للمسلمين شكرا للمسلمين شكرا للمسلمين